مهم جداً أنه الواحد عيش حياته سعيد ومبسوط لكن برضو مهم أنك تموت وانت مبسوط اليوم رح أتكلم لك عن قصص لناس ماتوا وهم بضحكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي دنيا العجائب اللي بنتكلم فيها عن أغرب وأعجب وأطرف المعلومات داخل الكوكب وخارج الكوكب فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر أهلاً وسهلاً فيك شرفت القناة من أهم رسمين القرن الخامس الميلادي في رسام يوناني اسمه زيوكسس هذا زيوكسس في أحد الأيام رسم لوحة كان فيه امرأة كبيرة بالسن حاب أنها تظغر حالها فقالت له أرسم تمثال الآلهة أفروديت اللي هي شاب صبي قم في الجمال لكن بدل وجهها أرسم وجهي أنا هذا الرسام لما انتهى من اللوحة تأملها لثواني ثم انطلق في ضحكة طويلة جداً لم تنتهي إلا بموته بعدها بحوالي 200 سنة كان فيه فيلسوف يوناني برضو اسمه كريسيبوس كان عنده حمار فقال للخادم تابعه طعم الحمار شوية تبن بعدها قال للخادم شربه شوية خمر عشان انتهر بطنه من التبن لكن هذا الخادم زودها شوي لدرجة أنه الحمار سكر وصار يترنح وصار شكله بضحك الفيلسوف شاف الحمار زي هيك فظله يضحك ويضحك 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 إلى أن مات من الضحك توماس أوركهارت رجل أديب ومترجم وموسوعي وقاموسي وإنسان فلته أرستقراطي اسكتلندي سنة 1660 إجاء خبر أنه الملك شارلز الثاني تولى مقاليد الحكم فما كان عاجبه هذا الملك لذلك ضحك من الخبر لكن الضحك استمر واستمر إلى أن توفى لأنه معرفة شي يكتم الضحك أكثر منه سنة 1782 كان هناك سيدة اسمها ذيتس هيربرت هذه السيدة شافت عرض مسرحي لممثل مشهور كوميدي اسمه مستر بانستر شافت العرض تبعه في مساء يوم أربعة وركز على مساء يوم الأربعة في دار الأوبرا اللي كان اسمها مسرحية المتسول ليش قلتلك الأربعة؟ هاي المرأة بقيت تضحك لمدة يومين كاملين إلى أن توفيت صباح يوم الجمعة بسبب الضحك المتواصل صار عندها سكت قلبية طيب والله زال ما طالع دمه خفيف يوم 24-3-1975 كان في عامل بناء بريطاني اسمه أليكس ميتشهيل كان بيتفرج على برنامج تلفزيوني اسمه كونغ فو كابرس بعد ما تفرج على الحلقة انطلق في حلقة من الضحك المتواصل استمرت 25 دقيقة ثم توفي الطريف بالموضوع أنه زوجته أرسلت رسالة إلى معدي هذا البرنامج عشان تقولهم أنا بشكركم اللي رسمته البسمة على شفاه زوجي وهو عايش وخلته يموت سعيد وهو ميت بعد التقارير الطبية بعد وفاته بحوالي 25 سنة قالت أنه يمكن يكون موته مش بسبب الضحك لأنه ابن أخوه صار معاه مرض هذا المرض في القلب لا يأتي إلا بالوراثة يعني بالعربة لو أصبت فيه فأكيد فيه 3-4 في نفس العيلة مصابين فيه فقالوا لك يمكن يكون لما مات مات بسبب هذا المرض وليس بسبب هذا الضحك على كل إن إحنا بهمنا إنه مات مبسوط بدناش أكتر من هيك في واحد تايلندي اسمه دامنون سين أم هذا الرجل كان شغلته يبيع الأيس كريم والمثلجات كان نايم في البيت بشكل طبيعي الله أعلم في إيش كان يحلم فجأة صار يضحك وهو بيحلم لكن الموضوع أخذ دقائق طويلة جدا لدرجة إنه زوجته خافت عليه حاولت تصحي بأي طريقة علشان يوقف الضحك ما قدرت وظل يضحك وهو نايم إلى أن مات من الضحك حكيلي تحت بالتعليقات شو أكثر قصة استغربت منها أو ضحكت منها وحكيلي لو في حالة زي هيك مرت عليك وأنا نسيت أجيب سيرتها ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته